وعلى صعيد متصل افتتح وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس مشروعي بناء وتجهيز وتأثيث المبنى الإداري للسلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان وبناء مدرجات إضافية لملعب شهداء نادي وحدة عدن لكرة القدم بتمويل محلي بلغ 566 مليون و523 ألف واطلع على ملس من مدير عام المديرية وسام معاوية على تفاصيل الإنجاز في المبنى الذي تقدر مساحته 260 متر مربع إضافة إلى جانب مشروع بناء ودرجات إضافية لملعب شهداء نادي وحدة عدن والذي يستوعب ما يقارب 1500 متفرج